بداية شون قرية المؤتمر للسيد الأعرجي شون الجديد بي خلي نكون مهنيين سيد رئيس الوزراء المحترم طلع بعد يومين ومثل ما كلنا شفنا وسمعنا أنه نطع معلومات قال عندي معلومات من ونحن نعرفهم جيدا وكيفه طيب وكيفه وعلى ذلك تشكلت لجنة واللجنة طبعا تشكلت من ضباط ومن قامات مهنية أمنية فأكيد تتمتع بالوطنية والمهنية فعليه حتى نكون حتى لا نسرع يمكن السيد مستشار الأمن القومي تطرق لبعض المسائل الشارع دا يسأل عنها ولكن مو كل الأجوبة مو كل الأجوبة طرحت في هذا المؤتمر يعني لهم الجديد بهذا المؤتمر طائرات معروفة للشارع العراقي طائرات نعم مقذوفين معروفة مقذوفين السيد الشبلي كذلك معروف تم تحقيق معه سابقا وانتم نشر ما هو الجديد في هذا المؤتمر؟ ما الغاية من هذه التصريحات برأيك؟ إذا نجيب البداية الغاية فالغاية أنه حتى نقول للشارع العراقي أنه إحنا مستمرين بالتحقيق بس أكفت موضوع مهم جدا هذه اللجنة هذه اللجنة لا تصور حضرتك أو يصور الشارع أنه لجنة سهلة ومهامها سهلة مهامها صعبة جدا لأنه محاولة الاختيال لرأس الدولة ولإسم العراق أكيد وراء ناس وراء جندات ومن المحتمل وراء دول فالكفاءات واللجنة هذه اللي تحدثنا عنها تحتوي من الناس المهنية في كل مفاصل الوضع الأمني أو الموضوع الأمني ماذا قد يستغرق برأيك الكشف عن الجنات بشكل واضح وصريح حتى نتأكد مية بالمية تحتاج أدلة دامغة وقطعية فالصور يعني مو بعيدة إذا نكون مهنيين مو بعيدة يعني خلال يعني قناعتي ما نقول أيام لكنه راح نحتاج إلى خبرة أجنبية في تصريح اليوم سيد العراجي قال بعيدة كل البعد عن تدخل أجنبي ولا اختصاصات أجنبية في هذا التحقيق والله بس هو الرجل أهم أكد قال إذا احتاجنا للخبرات الأجنبية والإمكانيات الأجنبية فممكن أنه نستدعي وهذا احنا المهم نريد الهدف الهدف من وراء هذه المحاولة الإختيال من غاية من التفجير المبرز قبل نهاية التحقيق كما أشار سيد الأعرجي شاهد ناطر أن تنتفجير في نهر دجلة وتم رفع هذه الطريقة لرفع المغذوف بطريقة اليد بدون لبس بدلة الحماية بطريقة مختلفة جدا يعني هو عقب عليها أكثر من ما نحن نعقب عليها أكيد 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 شوال الغاية من هذا؟ المغذوف يعني أحكي بصفتي كخبير أمني وأيضا يعني عندي طلاع بهذا الجانب المغذوف لو كان يعني نزل بالطريقة الصحيحة مثل ما هو قال كان انفجر طيب كان انفجر فنزل بطريقة مو صحيحة وهذا يقلل من احتمال انفجاره وبالفعل ما انفجر بس بما أنه السائق مالي يعني ما ما تلقى الضربة المناسبة أو الوزن المناسب لتفجيره فما انفجر فلذلك هو الضابط اللي شاله دي يعرف أنه هو ما انفجر نتحدث بالعاقل أكثر نعم يعني ما مغذوفات عدنا من حروب سابقة وقديمة بقت مغذوفاتها بحركة بسيطة تم تفجيرها بس أنا أجازب بهذه الطريقة وأرفع مغذوف ما انفجر شو تحسها أكو مغذوفات من يتحرر السائق مالها يعني داعش بشكل مهني واضح أنت تحدث كذلك من يتحرر السائق مالها تنفجر فلذلك بالحروب اللي متحرر السائق مالها وتتحرك أو تتلقى الصدمة المناسبة أو الاهتزاز المناسب اللي طلبه اللغم أو المغذوف بصورة عامة فينفجر